في العاية في أخبار خدمية أيضا شهدتها عدد كبير من المحافظات المصرية منها محافظة البحر الأحمر اللي حتشهد إطلاق فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان أما في الشرقية فقد سلمت مدرية الشباب هناك 15 ألف قطعة ملابس وكتب وشنط وأدوات مدرسية لطلاب الأسر الأكثر احتياجا وده ضم فعاليات مبادرة عنوان يوم الخير كمان في إينا تم تمويل عدد 4355 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أما في كفر الشيخ فتم فصل الكهرباء عن ثلاث مناطق في بيلا للسيانة تفاصيل وأخبار أكثر كمان من محافظات أخرى هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير أخبار خدمية كتير شاهدتها المحافظات من بينها أن محافظة البحر الأحمر اليوم الثلاث هتشهد انطلاق فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان اللي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مبادرة في الرابع عصرا باستفاف السيارات المشاركة على أرض الواقع لإطلاق مبادرة بداية في الشرقية سلمت مديرية الشباب 15 ألف قطعة ملابس وكتب وشونط وأدوات مدرسية لطلاب الأسر الأكثر احتياجا ضمن فعاليات مبادرة يوم الخير اللي أطلقتها وزارة الشباب لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا أكد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر بمحافظة قنة أنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل 4355 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة وده بإجمالي مبلغ 241.121.813 جنيه ووفرت 791 فرصة عمل للشباب الخريجين من أبناء المحافظة أعلنت هندسة كهربا بيلا بمحافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي بسبب خروج لوحة توزيع كهربا بيلا القديمة اليوم الثلاث باعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 زهرا لأعمال الصيانة الطريقة بالمغزي المشارئلي والمناطق والأحياء المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي شارع الفلوجة منطقة مسجد التقوى جزء من حي أبو رخى التابع لشارع الفلوجة وده بهدف رفع جفائة الخدمة أكدت مديرية الصحة ببني سويف قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بمركز الفشن مكونة من 8 عيادات في 8 تخصصات هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان والعظام وتم الكشف على 1127 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان أعلنت محافظة الدأهلية خطة لغلق ومنع دخول مركبات التوكتوك داخل مدينة المنصورة مع اتخاذ ما يلزم قانون انحيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع واستعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة حيث يتم عدم السماح بتواجد التوكتوك داخل القرى للقضاء على ظاهرة العشوائية في المدينة من خلال حملات مكثفة للنهوض بالمستوى الحضاري أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه اليوم الثلاثة عن 22 قرية من قرى مراكز المحافظة لمدة أربع ساعات بداية من الساعة العشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا بسبب عمليات غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه طبقا للخطة الشهرية افتتحت محافظة المينيا أعمال تطويق قسم العناية المركزة بمستشفى سملوت التخصصي بإضافة 21 سرير جديد ليصل إجمال القدرة الاستيعابية للقسم الستين سرير تشمل أربعين سرير للعناية المركزة وعشرين سرير لعناية الأطفال وحضنات المبتسرين شهدت محافظة الأقصر ختام فعليات ملتقى التوظيف الاستمر على مدار يومين وقدم موفر أكتر من ألفين فرصة عمل حقيقية داخل المحافظة وخارجها للشباب والفتيات من أبناء المحافظة وضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان اشتركوا في القناة